بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي معكم في موضوع جديد إن شاء الله طبعاً رح أعرض لكم بعض العينات اللي درستها في السابق في مختبري طبعاً هذه هي أحد العينات طبعاً هذه العينة عبارة عن تربة من أحد المناطق في البرك المائية طبعاً نقفت في هذا الموضوع واكتشفت أنواع من الطفيليات الموجودة في هذه البرك طبعاً أنا أنصح الباحثين في دراسة هذه العينات في أخذ نوع من أنواع التربة إذا كانت موجودة في البرك المائية أو البحيرات أو حتى أيضاً البحار ممكن تشوف أنواع جديدة من الطفيليات والميكروبات والأحياء الدقيقة يعني لا تستفيدون من هذا الموضوع وبالذات إذا كان موضوع مثلاً بحث ماجستيرا أو بحث دكتوراء أو بحث علمي في مستوى الدبلوم أو البكاراليوس ممكن تدرس ميكروبات جديدة أو تتعرف على ميكروبات سابقة وتطور البحوث ويعني كان موضوع مهم جداً في دراسة طفيليات جديدة وممكن تشوف يعني وحاديات الخلية وبكتيريا وفطريات وأنواع من أنواع التعفن يعني في التراب وممكن تشوف أيضاً عينات أخرى من الطحالب في البرك المائية لأنه موضوع مهم جداً لدراسة علم الأمراض أيضاً وتعريض الميكروبات لمختلف أنواع يعني المضادات الحيوية لدراسة تأثير المضادات عليها وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس وكان موضوع يعني شيق جداً في دراسة هذا الميكروب استفدت منه جداً وكانت رحلتي في بحثي في هذا الموضوع يعني في قاية الجمال وأتمنى يعني نسوي رحلات بحثية اللي يحب يسوي رحلات بحثية لدراسة الميكروبات وطفيليات والأحياء الدقيقة الأخرى والمخلوقات الثانية ممكن يعني نسوي رحلات في هذا الموضوع أهم شيء يعني تختار نوع المجهر لدراسة هذه المخلوقات يكون مجهر يعني عالي الجودة ويكبر تكبير ممتاز يكون يعني يفاضل يكون المجاهر لدراسة هذه الميكروبات يعني مجاهر رغمية أيضاً تساعد في تصوير العينات والبحثية ودراسة يعني مختلف الميكروبات يعني كي تضعها في بحثك الخاص فيك ولا تضع يعني صور مشوهة أو قليلة الجودة وراح إن شاء الله أعرض لكم يعني مواضيع جميلة جداً بخصوص أنواع الكيميرات الرقمية التي تستخدمها في المجاهر الرقمية إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد من السعاد الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم اشتركوا في القناة